أفضل السلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وغاية نظام التكوين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا يا الله لتطيب خلقنا وخلقنا ولتطهير أنفسنا ولتزكيتنا ولتكفير ذنوبنا صل على محمد وآل محمد لقبول الأعمال خاصة الصيام صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على حب الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه ولقبول هذا المجلس وسائر المجالس الحسينية صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وPEP وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين سيد أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة سيدي ما خاب والله من تمسك بكم ومن لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي نبينا محمد الله مسلح وآل محمد أستعيد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين علي بمنزلة الكعبة على حب محمد وعلي وآلهما وعلى محبة القرآن الكريم صلى على محمد وآل محمد سفر إلى بيت الله وإلى وليد البيت علي سلام الله عليه وليد البيت والبيت وليد علي أيضا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين القرآن الكريم أطلق عدة تسميات لبيت الله تارة الكعبة تارة البيت الحرام تارة القبلة تسميات عديدة ثم أضاف الله سبحانه وتعالى البيت لذاته المقدسة بثلاثة آيات مرتين إلى آياء المتكلم ومر إلى ضمير مخاطب عندما خاطب الخليل سلام الله عليه الله سبحانه وتعالى ووضع ذريته في واد غير ذي زر عند بيتك المحرم أما ياء المتكلم فطهر بيتي المن للطائفين والركع السجود طائفين والعاكفين والركع السجود آية أخرى أيضا طهراء أمر الخليل وأمر إسماعيل هذه الإضافة ثم الله سبحانه وتعالى وصفه أنه البيت الحرام هنا كيف يكون عرفنا إن شاء الله خلال البحث أن علي ماذا هو وليد البيت أما كيف يكون البيت أيضا وليدا لعلي الآية القرآنية يقول شنه مباركا وهدى للعالمين الله سبحانه وتعالى وصف الكتاب المبين أنه ذكر للعالمين ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رحمة للعالمين هذه الآية تقول هدى للعالمين البيت الحرام بعنوانه الفقهي يحرم دخول الدخول أصلا لغير المسلم إلى بيت الله الحرام ابن هذا السؤال كيف يكون هدى يكون هدى بيش بوليده بعلي سلام الله عليه مقولته التي الآن في الأمم المتحدة تعانق سماء وفضاء مبنى لأمم المتحدة مقولة علي إن لم يكن أخ انتبهت علي إن لم يكن أخ لك في الدين فهو نظير لك في الخلق انتبهتوا بي إذا قدرناها في اللغة العربية المهتدة أصير أخا إن لم يكن أخا لك في الدين فهو نظير لك في الخلق ولذلك عليه وسلام الله عليه نسب الإسلام يقول نسبة لم ينسبها أحد بعد أبدا الإسلام هو التسليم والتسليم هو الإيداء والإيداء هو الإقرار والإقرار بعدين إلى وين العمل الصالح فالإسلام هو العمل الصالح بها بعد إذا تذكروا أمزق إن وكان من الكافرين بحقائق أعماله يعني إذا إنسان فيه غابات الأمازون ما وصل للبيان ماكو حجة لله مثلا وصل إليه هذا إذا تلبس بالعمل الصالح قطعا إنما حقيقته تنبو على أنهم وحد لأن العمل الصالح لا يجتمع ياما إلا مع التوحيد أعمال مادية اختراعات ممكن تكون للشهرة لأبراز الأنا ممكن للمال فبعدي تحول مثلا اختراع الذرة إلى قنبلة تقتل بشر تبعت علي إذن عليه وسلام الله عليه هو الذي وسع هذا المفهوم ووسع حدود إنسانية فهو نظير لك في الخلق بعد عليه وسلام الله عليه عليه وسلام الله عليه كسر المفهوم المجتمع عند علماء الاجتماع بل حتى يجوز عند بعض المفكرين الإسلاميين المجتمع يقول هي كثرة الكاثرة من أفراد الإنسان عليه وسلام الله يقول لا المجتمع والمسؤولية الاجتماعية مهاذية ولذلك هو أول من وضع لبنات علم المحافظة على البيئة فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم مسؤولية شرعية البقاع البقاع البيئة بما فيها كلها هاي الأرض وما تحمل مسؤولين عنه البهائم حقوق الحيوان الغرب الآن يعتقد أنه هو واضح روح أقرأ عليه سلام الله عليه والي من ولاته ما أخذ ابن الصدقات شوف إيش قد يوصي بالابن بالأنعام كون توديهم بطريق كذا فيه خضره فيه فالوصايا وكأنما يوصي بيش بإنسان مؤمن صالح وهو تلميذ الرسول صلى الله عليه وآله الرسول صلى الله عليه وآله رأى على الغرب يقول حقوق الحيوان خلي جيون شوفون ندرسة أهل البيت ندرسة محمد وآله محمد سلام الله عليه رأى قسم من المسلمين يتخذون الجوال مطايا لأحاديثهم يعني يقعد على الجوال مالته ويظهروا يشوف ورأى صاحبه تأذر رسول صلى الله عليه وآله لا تجعلوها مطايا لأحاديثكم وين بيت القضية هنا هنا يقول فلا رب مركوب خير من راكبه وأكثر ذكرا لله من شوال مقولات هاي موجودة في حقوق الإنسان في حقوق الحيوان في الناس في الغرب حضارة غربية ما يخالف يعتنى بالحيوان بس بعدين تيجي مقولة قتل مرء في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظار زين إذن سلام الله عليه البيت بوليده يصبح هدى للعالمين قد واحد يسأل يقول شيخ الحنيد بعدهم دليل لغوي كيف يطلق بالبيت ويراد به وليده انتبهوا يا القرآن الكريم من ابتكارات الإمام الصادق سلام الله عليه مقولة تستحق أن تكون تفسيرا جديدا يقول لأحد أصحابه ما أطلق الله عز وجل كلمة القرية إلا وأراد بها الإنسان في القرآن الكريم ولذاك الله سبحانه وتعالى من رسول صلى الله عليه أن ينذر في القرآن الكريم أم القرى ومن حولها يعني ينذر الجدران والحيطان ينذر الإنسان الذي في هذه القرية ومن حولها ينسب الكفر إلى القرية فكفرت بأنعم الله يعني هي القرية تكفر لا لإنسان ومن هنا الإمام الصالح سلام الله عليه جل لما تقرأ في القرآن أكو قرى مبارك وأكو قرى ظاهرة القرى المباركة هم آل محمد سلام الله عليهم والقرى الظاهرة هم فقهاؤنا الذين يصلون بيننا وبينكم هاي اللي يشتغلون عليهم أعداء الإسلام يقولوا نحن نكسر المفاصل تباتي علي أكو ألفاط وليقولوا تجفيف الينابيع أو المنابع زين ومرة يقول نكسر المفاصل المن للإنسان العامل بايش المفاصل اللي يتحرك بيها الإمام سلام الله عليه يقول ذو العلماء هم ترح خلقة الوصل بيننا وبينكم ولذلك حملات الإشاعة والدعاية والحرب وين على مراجع شيعتان محمد سلام الله عليه على محمد وآل محمد ونفتخر نحن على كل المدارس خليوا الحب يحسون ما عدنا مرجعية عليا وقفت على أبواب السلاطين أبدا هاي تاريخ الشيعة كله زين راجع بقية المدارس الأخرى زين إذن نرجع للموضوع إذن الله عز وجل لعلاقة السكنة هذا بيت القصيد انتموه لعلاقة السكنة أطلق على القرية وأراد بها أهلها أكو علاقة أكوى وأكثر من السكنة وهي علاقة الولادة لذلك بالقانون الدولي بعض الدول إذا واحد ولد شو ينحو يمنحونا جنسية تلك الدولة انتبع علي بعد بالفقه بالفقه عندنا الوطن أقسام أكوطن اتخاذي وأكوطن أصلي الوطن الأصلي من هو مسقط الرأس الذي ولدته فيه هذا الأصلي السكنة علاقة شنو نسبية اتخاذية فمن باب الأولى أيضا إذا كان في اللغة العربية يقولون في علم البلاغة المجاز المرسل يقول هنا العلاقة علاقة محلية يقولون محلية كيف هو هكذا هذا المحل الذي سكنه الناس أطلق الله سبحانه وتعالى على هذا المحل وأراد به شنو أهل ذلك المحل الولادة أكثر رسوخ وأقوى علاقة فإذا ممكن أن يطلق على البيت ويرود شنو والمراد به وليد البيت سلام الله عليه انتبهت علي اثنيا زين عرفنا مباركا مهدا للعالمين عرفنا المنهج القرآني في استخدام الكلمات عرفنا أن هذا لا يتنافى حتى مع المعنى اللغوي من باب المجاز المرسل بل هو أقوى مصداقا من السكنة ولادته سلام الله عليه في البيت البعض يقول هاي الشيع يقولون هذا الكلام لا يا سيدي الحاكم في مستدرك الصحيحين يقول وقد تواترت الأخبار على أن فاطمة بنت أسد ولدت علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين في جوف الكعبة شنو مستدرك الصحيحين يعني يقصد بي صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول تواترت الأخبار طبعا في الروايات لما نشكل جدار لفاطمة رضوان الله عليها ثم وضعت علي سلام الله فخرجت أول من تلقاها منه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأول يدين تلقفت علي أخذه الرسول من فاطمة فاحتضنه إلى صدره ضمه إلى صدره فاحتضنه أنت ميت علي زين بعد سؤال آخر نستنطق هذه الولادة في القرآن نمشي ولا أي بل روح المريم سلام الله مريم أول مرة مكانا شرقية انتبذت من أهلها مكانا شرقية شون بعدين صار مكانا قصية فحملته فانتبذت به مكانا قصية قصية يعني بعيدة واضح كلامي لأن الملائكة قالوا يا مريم هذا المكان محل عبادة وليس محل ولاد قرآن الكريم قالوا فحملته فانتبذت به مكانا قصية بيت المقدس بيت الله الحرام أشرف من بيت المقدس الحر تكفيه الإشارة سابقا الله يقول عيسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام وصفه أنه قول الحق أكون شخص آخر تكمل عليك هو الحق زين إذن مريم فانتبدت به فحملته فانتبدت به مكانا قصية أما الحاكم إذن مستدرك الحاكم يقول لا فاطمة أسد في جوف بيت الله زين بعد معجزتان فقط وفقط من حيث التحليل القرآني والعلمي خص الله سبحانه وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وآله وعليا عليه الصلاة والسلام ورسمه الله سبحانه وتعالى بنفس الصورة شقان هم من الشكل ونشكل القمر الفريقان يرون أن الرسول صلى الله عليه وآله من معجزاته لما رفع يديه واتحاد انفلق القمر ثم راجعوا المحوث الروائية وإلى الآن أكو أثر لشك في سطح القمر يقولوا حتى رواد الفضاء كانوا مستغربين من هذا الأثار شق في القمر أما الشق الآخر وين في بيت الله في أول وين في أول بيت وضع للناس للذي ببكه وين لحبيبه وحبيب رسوله لعلي سلام الله عليه وكيف هاي المعجز تختلف عن بقية المعجزات تبه ويا نؤمن بكافة معاجز الأنبياء نحن حدث بها القرآن الكريم بدليل القرآن صحي ولا ثم دليل العقل إنه لابد واحد لما يأتي بشيء يثبته من الله سبحانه هل توجد هاي المعجزات لها وجود مادي لا عصموس موجودة هسا الآن لا زين معجزات عيسى على نبينا وآله وفضل الصلاة والسلام موجود لها وجود مداد لأنا أمامنا لا فالمعجز إذا تبهوا يا إذا رافقها أيضا هم خرق للقانون وهم وجود مادي يقول راح يسر بها هاي أكمل المعجزات وأكثرها دلالتين وهنا لنبس اثنين شق في البيت وشق وين شق في الكم علي علي بتراب بستان عرش بلقيس وخاتم لنبس ليمان ومنغسن الشجر مريم بنت محراب زين إذن لعليه سلام الله عليك ذاك مع البيت أبا البيت إلا أن يحمله معجزة لوليده وين تهدد أعداء علي يريد يغطون الشق هذا والكعبة تهدم تبنى مرة ثانية والشق يطال مرة أخرى ويجيب شركات ومر يخلون صحيفة ومر يخلون براغة حديد مدلش ولا يستطيع أن يخفوا هذا الشق في البيت اللي يطب بالحج يروح يشوف ذو خطيق المسلمين هم يشوفهم هم يجون ذو لما تبركون بالمستجار حيث شق البيت الذي دخلت منه فاطمة سلام الله زين بعد منزلة الكعبة شنه خلنشوف منازل الكعبة في القرآن الكريم يعني منازل البيت الله الحرام في القرآن الكريم الآية تقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكته مباركا وهدى العرفنا أول الأولوية كيف نعم وبين علي وبين البيت أيضا علقة في هذه الأولوية إذا كان بيت الله الحرام أول بيت وضع فقد روى الفريقان حديث النور يرويه الفريقان أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق نور محمد وعلي الله صلى محمد وآله محمد كنا الرسال تعالي قل كنا راجعوها بالمصادر كنا أنا وعلي نورين نسبح الله ونحمده وتعلمت منا الملائكة التشبيح والحمد هاي ساي أولوية عرفنا العلاقة عدنا بعد سفر أخرى الله عز وجل أيضا وصف البيت بأنه مثابة وأمنة المثابة مرجع يعني يثوب ويرجع الناس يرجعون إلى البيت في أعمال قطعا الحاج يطفون حوله وعلي سلام الله عليه كفى بذلك الخليفة الثالث يقول لو لا علي لهلك عمر بس تضطرب الأمور وتشتد الخطوب وين يرجعون إلى علي سلام الله حتى المصحف في زمن الخليفة الثالث هذا المصحف مروين عن علي سلام الله عليه قراءه بالرواية عاصم من تلامذته وين بقراءة علي سلام الله عليه طبعا الخليفة الثالث لما أحرق كثرة قراءات أحرق وكل مصاحف وين رجع رجع إلى علي قروها في البداية لتهم أن نحن محرفين هو إمامنا سلام الله عليه الخليفة الثالث رجع إليه وين تكتبوه إلى إله عن علي بن أبي طالب تنتهي قراءة هذا المصحف الذي هي قراءة عاصم أمنا أمنا ما خاب الله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم أمنا أما المال وين راح يترك وأما البدن بالعراق يقول ياكل الدود الأمن كون للإنسان المؤمن أمن الروح واخرجنا من الدنيا آمنين من تبع علي وأمن من لجأ إليكم تبحث عن أمن البدن عن فلوسك خاف تنسرك أمن الروح كيف يوم تزل فيه الأقدام كيف إذا ما عدك ورقة تأمين من الشركة سيارتك ما مؤمنة ما يصير بيه ماكو تعوين صحي ولا ورقة التأمين عد علي عد محمد وآل محمد سلام الله عليه وآل محمد لماذا لأن الله عز وجل أمم تأمين شون تأمين من نفوط أمم وملك لهم الأمن وين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لام لام التملك كل من لبس إيمانه بظلم والشرك بالله ظلم العظيم يولا بصريح القرآن بسئل لي من وين كرم الله وجه كما يقول لم يلبس إيمانه بظلم لم يشرك بالله طرفة عين إذن له الأمن ملكه الأمن هذا هو وليد البيت أمان الروح أمان ليلة الوحشة أمان ساعة النزعات ساعة الاحتضاء من يموت يا حار همدان من يموت يرني بل الله يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مخالفون كرم الله وجهه لم يسجد لصنبلي فإذن هو صاحب الأمن الحقيقي أمن الروح ولذلك إمام الصالح سلام الله عليه لمن يعقب على القرى المباركة والقرى الظاهرة ويعلم هذا صاحبه يقول له يراد بها الإنسان زين شنون سيروا فيها ليالية وأياما آمنين أي قرية مادية بالعالم يستطيع أنه يتوقع طول الزمن آمن مكو 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 بيت الحرام يا ما سوفك الدماء في البيت الحرام في مكو زين سيروا فيها ليالية نعم هنا سير الروح هنا سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى وسير القلب إذا السيارة صار بها حادثة تتصلح القلب إذا لا سامح الله والقدم إذا زل بعد ماله طريق فالما عنده هذا يمشي وما عنده ورقة تأمين فإذن أمنا كذلك مصداق وليد البيت إذا كان هناك أمن فقهي للبيت الله الحرام أمن فقهي أما العلي عنده أمن القلب وأمن الروح يحرم في البيت كذا قتل كذا حتى إذا واحد مثل مطلوب هذا أحكام فقهية أما الروح والقلب وين أمنها إلى وليد البيت وفعلا البيت له ظاهر ولا باطن هذا الظاهر أحكام ظاهرية وباطنه وحقيقته علي سلام الله عليه بعد في اللغة العربية ماذا يعني البيت يعني المبيت يعني الذي يسكن فيه صاحبه يولا انتبهوا ياه هاي تحليل عرفان بيه هاي الأرض مجرد أن تخطط وتوقف تقول مسجد ايش صار؟ صار لها أحكام شرعية مصعية أرض لأنه خططيت ووقفت ووقفت لوجه الله صار مزيد والأحكام شرعية اذا اين البيت الحقيقي لله عز وجل البيت الحقيقي هو البيت الذي لا يسكن فيه إلا الله عز وجل منوه هذا البيت الذي يأتي هو القلب السليم هو القلب الموحد الحقيقي ولذلك كلمة دائما كرة ما قالها أحد قبله وبعده فمن هنا هو بيت الله الحقيقي لأن في قلب علي لا يوجد غير الله ولذلك ما نظر إلى شيء إلا وراء الله قبله وبعده ومعه وفيه لأن بقلبه فقط الله لا يسكن في قلب الله إذن البيت الحقيقي القلب الذي فيه الله سبحانه وتعالى لا غيره وعلي ترجم ذلك المعنى زين بعد سفر مع البيت آها راح نجي آيات خطيرة تحفظها ويا بلي الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دققوا إياي إلا لنعلمه من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه وصل لك الخبار ينقلب على عقبه ما ورد في القرآن الكريم إلا في مرتين بس في هذه الآية وآية أخرى أفإن مات أو قتلا هنا في المضارع ينقلب هناك شنو انقلبتم على أعقابكم مثل علم الكتاب بس مرتين خاف منا منا الانقلاب على العقب فقط في آيتين انقلبتم على أعقابكم القبلة الرسول صلى الله عليه كان القبلة الأولى بيت المقدس بعدين حوله وين إلى بيت الله الحرام حوله وين إلى بيت الله الحرام الله عز وجل القبلة شنو كل ما يهتجه للإنسان كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس توجهوا بعدين إلى بيت الله الحرام الله عز وجل يقول هذا خليت اختبار خليت امتحان به يعلم شنو من يتبع الرسول زين الآية القرآنية يقول ولا يتبع الرسول مقابلة صحي ولا يقول لا هاي قليلة بحقها شنو لا يتبع لا ينقلب علي من وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه الفريقان يقول علي بمنزلة الكعبة يعني بعلي يعلم ويعرف من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ها هدى تبعثوا يا الهداية إنما أنت منذر ولكل قوم ها تجدنا نحن الفريقان ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليها آيتهم من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم ها الفريقان وضع الرسول صلى الله عليه على صدر علي يا علي بك يهتد المهتدون طبعا أصحاب علي ما عليهم كبيرة هذه اللي عرفوا علي ما عليهم كبيرة بعد وما كان الله ليضيع إيمانكم بل فرق بين الإسلام وبين الإيمان إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هنا هدى وهنا إيمان هنا الولاية هنا الإمام هنا علي صلى الله عليه إن الله بالناس لرؤوف رحيم زين وكفت هاي الآية لا اجت بعد وراها آيات وصورة البقرة وين تتحدث تتحدث عن البيت وفي قلب الآيات وليد البيت انتبهوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لي لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ليش ركزوا وياي ولأتم نعمتي عليكم شنو بعد ولعلكم تهتدون انتبهت وياي امشي بهاي الآية امشي سورة المائدة راح تجد مقطع حتى باللفظ مشتركوا وياه ها ولا تخشوهم واخشوني ما صحي ولا سورة المائدة شنو اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني شكو شنو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا تعرف كلمة تم في القرآن الكريم لهذه الامر كلها بصيغة فعل المضارع وياها مرات لام العاقبة كلها زين ولو اتم الآن اشي تقول وهنا يقول واحد احنا وحيث ما كنتم فلوا لوجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة يعني هاي احنا المسلمين شو يومية خمس مرات بالصلاة ابدان كلها تتوجه وين نحو بيت الله الحرام يعني هاي الحجة تمت لا تبا تبا ايا الحجة ام تتم مو تم اذا توحدت الابدان في اتجاه الى بيت الله لا تتم اذا توحدت القلوب في اتجاهها الى رب البيت ولا هاي الحجة تتم هكذا ولا علي بمنزة الكعبة تبا خمس مرات وجهون ابدان كم وين الى بيت الله اذا انتهى الهنا رح اصر بالتصنام ولا تتم الحجة يعني هناك معلم فرض الله سبحانه وتعالى علينا وين على ابداننا ان تتوجه المن ابداننا تبهوا يا فرض الله سبحانه وتعالى علينا وين على ابداننا ان تتوجه خمس مرات المن الى ظاهر البيت الى احجار البيت انتهى هذا لا يا سيدة هذا دي مو كامل رب ترسم لمعلم على ما تتوحد الابدان ما قيمة الابدان متحدة باتجاه مع قلوب متفرقة اذا نكون بالقرآن تقول اين المعلم الذي امر الله سبحانه وتعالى ان تتوحد القلوب باتجاه فشاء الله سبحانه وتعالى ان يكون هنا ظاهر البيت وهنا باطن البيت وجوفه وهو وليد البيت علي سلام الله عليه يوم الغدير لذلك الرسول صلى الله عليه وآله حج وسع ابدان طافت باتجاه واحد حول بيت الله الحرام ابدان هم سعت باتجاه واحد بين الصفا والمروة بس بعدين جيتهم آية اخرى واتم واتم الحج والعمرة لله على على ضفاف الغدي ولذلك يبرائيل يقول وإن لن تفعل فما بلغته رسالته هاي رسالة كاملة ما يصير يلا يالحجاج طفتوا بأبدان كمحول أحجار البيت الآن عدكم طواف آخر حج آخر بس هذا الحج مو حج الأبدان مو حج فخير هذا حج القلوب وحج الأرواح الآن على القلوب أن تكمل الحج ما اللي يصير شنو تعانق بين حج الأبدان وحج القلوب المن إلى وليد البيت خلي القلوب تسلم إلى وليد البيت ولذلك الله سبحانه وتعالى هاي الآية ها ذكرت مجالة السابقة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وآطعنا شجلهم رب العالمين واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور هذا حج القلوب هذا ترى هذا مو حج لألسن ولا حج لأبدان أنا لدي في ذات الصدور كون يكون صحيح مع وليد البيت زين وليد 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 نعمة عليكم بعد سفر أخرى فتح مكة على عظمته الله عز وجل ما وصفه أنه تمام النعمة همين حرف اللام المقدر إِنَّا صراطاً صراطاً مستقيم الحق والله يهدي من يشاء إلى صراطاً مستقيم ذولي عرفون الحق عرفون علي ذولي تبهيت الذي يدور معه الحق الله سبحانه وتعالى يقول فتح مكة أيضاً بعد لحد يقول ويتم نعمة يتم وحد لأنه على وين ليغفر يعني معناه وليتم هم لام العاقبة هم كل بصيغة الفعل المضاري إلى أن في آية واحدة وفقط أتت بصيغة الفعل الماضي على ضفاف الغدير راح والحجاج الدنيا حار لكل شمين فعمم الرسول صلى الله عليه وآله يقول علينا الروايات الفريقين بعمة الملائكة يلا يا أيتها القلوب وتكملوا ونحجكم لو لا لألا يكون للناس عليكم حج فلا تخشوهم واخشوني إلا الذين ظلموا زين فإجت آية الغدي إجت ولاية علي وهنا تم العناق وتم الرسم بين البيت وبين وليده وهنا تم الحج وتم الحج شون تم الحج لله كون طواف الأبدان حول بيت الله ويا طواف القلوب حول رب البيت وهنا طواف القلوب لولاية علي سلام الله ولذلك ما أتت بصيغة الماضي تمام النعم لهذه الأمة في القرآن الكريم إلا مرة واحدة وفي هذه الآية فقط فقط اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين كمال وتمام ورضا الله أكبر عالم الكمال عالم التمام عالم الرضا لكننا نقراكم عالم الرضا الغيب ينفتح به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ثلاث عوالم فتحها رب العالم زين الكمال والتمام أيضا طبعا أكملت هاي ما موجودة بالقرآن الكريم إلا فيها الهلاية أتممت ما موجودة إلا فيها الهلاية رريت ما موجودة في القرآن الكريم إلا في هذا حتى من حيث شبكات الألطاظ وروح راجع معجم فارس من الفارس بكر هاي لعلي سلام الله علي زين أما المعنى اللغوي والدليل العقلي كمال الدين شنو الكمال هو بلوغ الشيء بلوغ غاية الشيء الذي خلق من أجله زين هذا كمال بلوغ الغاية يولا ما هي غاية الدين ما هو كمال الدين وين ما ننسي ما ننسي آية لك الله يوم الجمعة يوم الحجة كمال الدين إذن بلوغ غايته كمال الرسالة بلوغ غايتها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شنو ليرطهره على الدين كله بل ينتشر الدين شنو على جميع على يد من ختم نبوة صار ما كان بيا بيا على يد الإمامة على يد ولاية علي وإمامة علي اللي تسلسلت إلى الإمام المهدي صلى الله عليه وعلى الله وبعد إذا مر قرأنا لا شوية تقرأوا يا قلنا قلنا بالولاية هناك الولاية لله الحق يولا شرحنا علم الأصول قيوط ما نعيت بس خل السنطاق مقطعي يعني الله سبحانه وتعالى قلنا منا أكشنه منا ولاية ومنا حق يعني الذات المقدس محاطة بولاية ومحاطة بحق يولا وقلنا الولاية شغور صحيح الترمذي أنت ولي كل مؤمن بعدي وقلنا شنو الحق قادر الحق معه يعني منا علي منا علي ولا زين هاي الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الدين مين المحاط يلا باوع عليه مكسكو محاط منا هدى ومنا حق ولا هو الذي أرسل رسوله بالدين ليظهر هو على الدين كله ليش أحاط أيضا الدين هاي اللفظة حاط منا هدى ومنا حق يعني أكبر السام أكو فنان بلي يعني يقول هذا الدين له جناحان إذا ريد يظهر كون يطير وين بالفضاء يولا ماهل يعم الفضاء بس عنده جناحان كون جناح اسمه الهدى وجناح اسمه الحق فيرف الدين بجناحي على كافة الأرض كون منعيد بعد الهدى منه والحق منه ها إنما أنت منذر ولكلي والحق منه أدر الحق معه حيث ما دار بعد الهدى نفس يذوب في الحق بلي لا تنسون أفمن يهدي إلى الحق ها شو يهدي وين إلى الحق الهدى رايح ماشي برجل إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى لو لا علي لهذا كلمة زيني ولا هي بلي يقول أنا ما أقدر يكون يهدي علي لازم إذن النبوة لابد لله حجج حتى يظهر الله سبحانه وتعالى به دينه وذول الحجج لازم شين يكون حجج الدين لازم أعطهم سر الهدى لازم أعطهم سر الحق لازم وين إلى علي بتراب بستان عرش بلقي يا لحن الغنة الأفلاك والآمر الباري والمكان الطور وسجد له الزمان موصه سنين تصير المنحرك ناطور وكل نسمة تهب تتملق البابك تقول أصير لك عتبة وبوس اجدام هالزوار ليش علي ييقين الخبار الراود الموسى أو إنسنار المحبة واسمك الناظور يا جلمة عيسى البيها حية مريم وبعد وارباط القلب أم موسه المذعور ربطناها لتكون شنو مؤمنين علي لو أن الدنيا لمت كل محاسنها تريد تزوق الشباك ولو راقك تخط تسطور ولو نسمى مطر الدوم ونبتد كل أرض نسهور وما غابت شمس تموز وبشي أنا عليك بحوق نبقى نتيه بحروفك يحروفك أسرار على لفلاك الدور علي ما عرفت القبة ولا شباك المذهب لول الارهابين اضربون القبب علي ما عرفت القبة ولا شباك المذهب ولا شلمة من السكتاب علي عرفنا بسواج الدم ومشتل للشهادة وأصلا موش تراب علي أنوار ما هو نور علي بسر شنو معجن أصلاب علي بتراب بستان عرش بلقيس وخاتم لنبي سليمان ومن غصن الشجر مريم بنت محران رحمة الله على سيد مصطفى جوالدين يقول سيدي أيها الغمير المصفى والصراط الذي عليه نسير قاربتنا إلى جراحك نار وهدانا إلى ثباتك نور نحن نهواك لا لشي سوى أنك من أحمد أخ ووزير وكنوز من علم ومن حباها إليك إذ كنت أنت كنزها المذخور ضرب الله هذا البئت هذا بمعنى عرفاني جليل ضرب الله بين وهجيكما حدا فكنت أنت المنار وهو المنير صلى على محمد وآل محمد وآل محمد إذن هذا كمال الدين تمام النعمة شنو موسى يعلم قومه تمام النعمة ياليت أمة محمد تنتبه يقلمه تمام النعمة مو بس أنبياء موسى يقلو سلام الله وإذ قال لموسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وقفت لا وجعلكم ملوكا قرأنا قرأنا الملك بالقرآن لو ما قرأنا نحن هم ونسينا ها وين الملك المنطال رب العالمين الطال داوودي أو لا ها بعد ما وين بعد ما قتل داوود جال شرطة الطال ملك والحكمة والطال علم ثلاثة شوفت البقرة وآتيناهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما إلى جنب الياء أكون ملك عظيم أكون اسم الإمام أكون حجج يسيرون طالوت فعلا لما النبي ما البني الصال اختار طال قال ما الله اختار قال إن الله قد بعث لكم طال وتملك وهذا الفهر لما نجل نفس الصورة بالضبط صوت وصورة تعال قراءها بالقرآن موجودة بتاريخنا صوت وصورة بالضبط إن الله قد بعث لكم مع فرق منزلتين طبعا فرق بين علي ونحو وطال ولذلك القرآن يقول زاده بسطة في العلم أما علي عنده علم الكتاب تبعت علي المهم بس يوف السورة مشتركة على القيادات الإلهية إن الله قد بعث لكم طالوت ملك عترض وقالوا واشلون هاي هذا لم يوت سعة من المال هذا ما عدا مزنقين ما عدا فلوس هناك شيقولون هذا صغير السين انتبعت علي الفهر لم وجر صلص العوال شقال له قال صلينا صمنا أما الآن سمعت يتخلى هذا الغلام هذا من كل ومن الله رسول قل له فوالله الذي لا إله إلا هو من الله هو الذي من عنده مننا على قد عقولهم انتبهت علي نفس الشيء نفس الاعتراف نفس الاعتراف إذن تمام النعمة وين مو فقط نبو وياها كون شنه نكتش في سر اللي عندهم الملك الإلهي قل اللهم ما تؤتي الملك من تشاء المنط ربي طيط صوت البقرة لأن داود قتل جالود زين عالم يطالب مو قتل عمر مو ذي العامري واخر روايات كلها مو بس قتل بالجهاد الأصغر قتله بالجهاد الأكبر داود ما يتحدث عن الجهاد الأكبر القرآن من la القرآن الكريمة يقول مرة جهاد يقول جاهد وفي الله حق جهادي يعني جمعه بين الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر يعني بين جهاد الحرب وبين جهاد النفس وعلي في يوم الخندق جمعهم في لحظة واحدة ثم تنحى عنا ما قتل ليش قال بسق في وجهي وأخشى لو قتلت لخاف وضرت غضب في قلبي فيكونوا انقتلوا لغير الله شون هاي المدرسة جفرائي صيح لا فتاة إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار المسلمين شحكبرون والرسول صيح ضربت عليهم يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين وعلي مع الله في تلك اللحظة كل هذا مهمة إذن جعلكم ولوكا وين نعمة الله إذن تمامها وين نكتشف النبوة ونكتشف الله المنيطة ملك وراضيت لكم الإسلام دينا ولذلك هاي راضيت وين راحت سيجي تيجي على ولده الحج بلي ويمكن لكم شين لهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ها صارت رضيت وأكمل كلها وين مع علي سلام الله عليه ولذلك عانى علي من الظلمة عانى عانى من الحسد أشد من حسد أبنائي يعقوب يعقوب ليوسف أبناء يعقوب اجوا بعدين اعترفا واعتذروا من يوسف وقال له لا آثرك الله علينا يولا أما الذين حول علي أبدا بقوا على كراسيهم ومنابرهم ولآخر لحظات حياتهم إلا أن يصرفوا وين من بر الرسول عن علي سلام الله عليه وإذا أنا أكو مدرسة تقول مدرسة الشورى هاي ما إليه إمام إلا علي كذلك لأن كلهم جوا تعيين كما تدرون الخليفة الثانية هو لخلافة ببكر شر فلتة وقال الله شرها ومنه عين الخليفة الثانية الخليفة الثانية معين ستة الوحيد حجة حتى على عدائه حتى على مخالفه حجة علي عليه سلام الله كلها وراثة من بني أمه البني العباس زين الأول عين الثاني والثاني عين ستة ولا أكو واحد عين عين من طالب من إجه الخلافة من إجه إجت الأمة فيا أصحاب مدرة الشورى من إمامكم حتى وين تروحوا من الله نحن قلنا هو إرادة الله اللي أنا أصبح وحتى إرادة الأمة ما عدكم حاكم وخليفة مثل إرادة الأمة من معاوية وراثة كلها وصف بني العباس هاي كتبكم موجودة واحد عيني لآخر ما عين الخليفة الثالث علينا سلام الله الأمة أقبلت عليها سلام الله بس بعد بعد ما حدث ما حدث ظلم عليه سلام الله عليه وهو حليس بيته وظلم وهو على منبر الكوف الله أكبر يا ظلم عقليا روحيا ووجه تجي وش عليه تركه أربع سنين ما خلوه كلها حروب على علي الله أكبر البخاري كبير ويقول إذا واحد تبه إذا رأى من أمير شيء يكرهه ولم يصبر عليه بعدين يقول شنو هذا يقول مات ميتة الجاهلية راجحها بصحيح البخاري زي صحيح البخاري لعلي شافه من علي هو على عدد شيء يكره لو عدد عدد والحب فرض المحال ليس بمحال إن كره علي علي من يموتون ذولي بلي والأحقال استمرت على علي وعلى آل عليه سلام الله عليه علي شوف الزهرة سلام الله عليها مكسور ظلح علي سلام الله عليه يا أخ بيت رسول الله يدفنها بوحدها كأبيها علي بعدين أبناء علي الحسن سلام الله عليه يبكي لما أصيب آله عليه سلام الله عليه إلى يوم عاشور يوم عاشور وزينا ما كان ناسية أباها علي يا بقية الله صلى على محمد وآله يا الله إني أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانية وأستأذن خليفتك بقية الله في الأراضين ثالثة سيدي بقية الله المنبر منبر الحسين سلام الله عليه والجارسين مؤمنون محبين لك أما العبد المذلب أقسم عليك بعلي وآل علي بالحسين إذن لي سيدي بمخاطبتك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك سيدي عمتك زينب وما أدراك ما زينب سلام الله عليها حتى ليلة عاشور أبدا وتحدث الأيتام الأطفال عن جدك علي سلام الله عليه ولذلك يروي الراوي يقول لما أمر عمر بن سعد أن تحرق الخيام رأيت طفلة هامت على وجهها يقول والنار كادت أن تلتهمها يقول أنا هم تبعتها ناديت عليها قالت يا شيخ هل أنت لنا أم علينا قلت لها أنا لست لكم ولا عليكم بس 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 أنت وين رايح أبني النار رايح تلتهمك قالت يا شيخ لقد حدثت نعمة زين أن في النجف لنا قبر وقبر جدي علي بن أبي طالب لأن علي حامل جار قلت أبني بينك وبين النجف مسافة بعيدة يظهر الطفلة رجعت لما رجعتها كأني بلسان حال عمتها زينب يعني أكيد ذكر الزينب علي سلام الله عليه وهي ترى الحسين سلام الله عليه ها جسم بلا رأس على رمض كربلا ها أنا من يا نجي بلا مرتض أبني ها عان كربلا يا بغ بيتوية تدري بما يتطلب بديا يطلب الثار بدر وحنيا فزع وفريد فزع على حسين شلون فزع يا بقية الله هذا الذي يطعنه في جنبه بالربح هذا الذي يضرب الحسين بالسيف على جنبه آخر يرميه بالسهم فيه فيه وآخر شي شوين الأصبع حتى الأصبع اليد قطعوا أصبع جذك يا بقية الله زينب ترى هذه المناظر ترى وين ترى ليس الحسين ناصر ولا معين وين تتوجه سلام الله على زينب كأني بها وين توجهت إلى قمر العشيرة إلى أبي الفضل العباس أنا من ينب فاض إلى جيعد ورش بي شفوف على زند وقل الحرام صار تي بشدة حملي وقل يا ولي سرد أحمل رضاء يعاتي بعدك ضعن يا الله يا أحد يا أحد يا سمن يا سمن يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونحب يا من هو بالمظر الأعلى وبالأفق المبين يا من هو الرحمن الرحيم عن العرف يستوى يا من يعلم خائنة الأعين وما تغفر صدو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين يا الله الحمد لله كما هو أهله الشكر لله كما هو أهله اللهم ما بنى من نعمة منك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعن وأهلك من عاداهم يا الله اللهم العناصب حقوقهم اللهم العنظال من الأولين والآخرين يا رب العالم إلهي نسألك أنت تأذن لنا بدعائك والدعاء لإمام الحج سلام الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا الله وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا الله اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة يا الله صيامنا به مقبولة مجالس الحسين سلام الله عليه وهذا الملجس به مقبولة يا الله اللهم اجعل ذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجاب اللهم اجعل رزاقنا به مبسوطة وهمنا به مكفية إلهي بوجه كريم أهل البيت بوجه أبيه كريم أهل البيت اللهم أقبل بوجهك الكريم إلينا وتقبل تقربنا إليك إلهي بالعيون الغائرات عيون جده الحسين إلهي بالعيون الغائرات اللهم انظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك يا الله بساقي عطاشا كربلا عمه يا أبي الفضل العبا سلام الله عليه اللهم اثقنا من حفظ جده صلوات الله عليه وآله بيده وبكأسه ريا رويا ساغا هنيا اللاظما بعده يا أرحم الراحمين إن شاء الله دعاء لي عليه سلامه سيدي بقية الله بحب عليه سلام الله عليه من علينا روضان ارزقنا حب عليه بأتم مراتبه نقسم عليك بعلي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السب 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 وعنت الوجوه للحي القيوم وخاب من حمل ظلم إلهي هو هو المضطر الذي يجاب إذا دعاه إلهي هو هو الذي عنه لأمن ابن علي سلام الله عليه اللهم يسألك باسمك العظيم الأعظم ناجل أكرم يا الله 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 اللهم شافي به مرضانا بحق جده مرض كربل زين العابدين عليه السلام حق النبي أيوب على نبينا وآله الله الصلاة والسلام يا الله من أوصى هذا العبد المضط بالدعاء اللهم استجب دعائه يا الله المؤسسون تقبل عملهم ربنا أخفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم ويقوم الحساب رحم الله من قرأته سورة الفاتحة إلى أم الإمام صلات الله عليه وعلى أبائه وعلى أم البنين جميع سفرائه ونوابه العلماء الذين أحبوا أمر العتوى وقراء الكريم سادتي خدمة المنبر الحسين أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والسلامات سيم الحاظنين رحم الله من قرأة سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد الله الله